موسيقى أثامنا بتوقيت القدس الشريف نشرة إخبارية من الميادين نبدأها بالعناوين وسط تخوف من اتساع دائرة الشغب في فرنسا مكرو يتوعد بالتعامل بحزم مع المعتدين على مؤسسات الدولة وابورن تعلن نشر مدرعات للدرك تحسبا للتطورات موسيقى إدانات مستمرة لإحراق المصحف الشريف في ستوك هون تظاهرات حاشدة ودعوات إلى مواقف حازمة للحد من تكرار التعديات موسيقى قال أننا في القوات المسلحة معدين العدة ومجهزين كل الجهوزية لأي طلب طلبه القيادة القوات المسلحة اليمنية تحذر التحالف السعودي من المماطلة وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية موسيقى رحبا بكم نبدأ إذن من فرنسا حيث أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بون نشر عربات مدرعة للدرك لاحتواء موصفته بأعمال العنف يأتي ذلك بعيد تأكيد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه سيجري التعامل بحزم مع كل من يقوم بأعمال نهب أو يهاجم مؤسسات الدولة ماكرون قال إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات إضافية في شأن الاحتجاجات وأشدد على أن منصات التواصل الاجتماعي كان لها دور في الأحداث التي شهدتها البلاد ما جرى من عنف غير مبرر على الإطلاق الحكومة ستعزز الإجراءات وسنتعامل بحزم مع كل من ينفذ أعمال نهب أو يهاجم مؤسسات الدولة لقد لحظنا في كثير من المنصات مثل سنابتشات وتيك توك وغيرهما دعوات لتنظيم أعمال عدوانية من جهة ومن جهة أخرى وجدنا محاولات لتقليد العنف وهو ما يؤدي بين الشباب إلى نوع من الانفصال عن الوقع يبدو لنا أنهم يجلبون إلى الشارع مؤمرات ألعاب الفيديو التي تسمموا بها في الساعات المقبلة سننظم العمل مع هذه الخدمات لإزالة المحتوى الأكثر استفزازا وستعمل الخدمات العامة أيضا مع هذه المنصات عند الضرورة على تحديد أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى أعمال الشغب ومفاقمة العنف إلى ذلك قررت وزارة الداخلية الفرنسية وقف عمل وسائل النقط العام من حافلات وقطارات بعد التاسعة مساء في جميع محافظات فرنسا وفيما لم تعلن السلطات الفرنسية حصيلة الخسائر المادية التي خلفتها الأحداث أظهرت المشاهد حجم الأضرار في الممتلكات من جراء أعمال الشغب والعنف والنهب يأتي ذلك فيما حذرت مذاكرة الاستخبارات من اتساع رقعة العنف في الليالي المقبلة من جهتها عبرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفينا شمد ساني عن قلقها إزاء مقتل الفتى في فرنسا على يد الشرطة ودعت إلى ضلورة معالجة القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري لقد تم فتح تحيق في القتل العمد المزعوم وندعو السلطات إلى ضمان استخدام القوة من قبل الشرطة للتصدي للعناصر العنيفة فالتظاهرات تحترم دائما مبادئ الشرعية وعدم التمييز والحيطة والمساءلة يجب التحيق بسرعة في أي معلومات عن استخدام غير مناسب للقوة هذه لحظة مهمة للبلاد كتتصدى بجدية للقضايا العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون كان هناك كثير من أعمال النهب والعنف من قبل بعض العناصر التي تستغل الاحتجاجات لهذه الأغراض الشوارع الباريسية بكل تفاصيلها شاهد على اضطرابة فرنسا عام 2005 إذ خرجت تظاهراتهم محتجة تسمت بالعنف إثر مقتل الشابين صعقا بالكهرباء بعد أن ترضتهما الشرطة اليوم وبعد مقتل الشاب نائل برصاصة شرطين فرنسي تؤكد وسائل الإعلام أن الاحتجاجات الدائرة تكاد تكون الأعنفة في تاريخ فرنسا ملاك مراد منذ مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة في نونتير يعود شبح أحداث عام 2005 ليؤرق الحكومة حينها عاشت البلاد واحدا وعشرين يوما متتاليا من العنف الأحداث بدأت حينها مع مقتل شابين كلاهما في السابعة عشرة من العمر بعد اختبائهما داخل مركز تحويل كهربائي خلال مطاردة الشرطة لهما شاب ثالث أصيب بجروح خطيرة وأعطى لاحقا رواية تخالف ما أدل به وزير الداخلية أنذاك نيكولاس ساركوزي ما فاقم الشعور بالغضب وغياب العدالة تجاه أبناء الدواحي على مدى ثلاثة أسابيع وصل شبان التجمعات في الشوارع مشاهد حرق السيارات والمباني في باريس وخارجها ملأت وسائل الإعلام وبعد ليلة شهدت حرق 1500 سيارة ومواجهات مع الشرطة في مواقع عدة تم أعلان حالة الطوارئ فبدأت التجمعات تخف شيئا فشيئا الحصيلة كانت ثلاثة قتلى مئات الجرحى من عناصر الشرطة والإنقاذ استدعاء أكثر من خمسة آلاف شخص مئات المباني المدمرة وأكثر من عشرة آلاف سيارة محرقة من هنا تخشى الحكومة تكرار هذا السيناريو اليوم ولسيما أن إرباكا رسميا حصل في التصريحات وخرجت مشاهد مقتل نائل لتكذب رواية الشرطة التي تناقلها المسؤولون الفرنسيون هي أزمة ثقة وشعور بالظلم في الضواحي تتوازيان مع قانون عام 2017 الذي خفف قيود إطلاق النار على السيارات المتحركة ويطالب نواب اليوم بإعادة النظري فيه اليوم يعيش الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أزمة جديدة وهو لم يخرج بعد من أزمة قانون التقاعد التي حركت الشارع ضده ودفعت الناس إلى الخروج في تظاهرات ضخمة على مدى أسابيع تتواصل الردود الفعل المنددة بإحراق المصحف الشريف وفي آخرها استدعاء الكويت سفيرة السويد وفق بيان للخارجية هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرة حاشدة أمام مقر السفار السويدية المحتجون أكدوا أن القرآن الكريم خط أحمر وقاموا بإحراق أعلام السويد وأعلام المسلم نعم نعم للقرآن 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 في العراق نبقى حيث شهدت مدينة الصدر أيضا تظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة تنديدا بحرق المصحف الشريف في ستوكولم التظاهرة تخللها رفع للقرآن الكريم وإحراق لعالم المثلية من جهته طالب خطيب الجمعة سيد ستار البطاط الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات قد تصل إلى طرد السفير السويدي طالب الحكومة العراقية باستدعاء السفير السويدي وتقديم مذكرة رفض وشجب شديدة اللهجة ولو اغتضل أمره طرد السفير السويدي وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية معهم وفي طهران تجمع إيرانيون ماما مبنى السفار السويدي استنكارا لحرق نسخة من المصحف الشريف المتظاهرون ردد هتافات منددة بالحادث وطالبوا بوقف الاعتداءات المسيئة إلى الأديان بذريعة حرية التعبير كذلك رفع المحتشدون لافتات استنكار وحمل بعضهم المصحف الشريف وكان رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد رأى أن الإساءة إلى القرآن الكريم إنما هي إساءة إلى جميع الأديان السماوية والبشرية وفي كلمة له في صلاة الجمعة بمدينة رفسنجان رأى رئيسي أن الدول الأوروبية تريد فرض رأيها على الآخرين تحت غطاء الحرية وحرية التعبير في الدول الأوروبية التي تزعم احترام أراء الآخرين وحماية الحرية يسيئون إلى أهم الكتب السماوية المقدسة ويواصلون إهانة المقدسات الإسلامية بتفرع هذه الدول تعارض الحرية وتريد فرض رأيها على الآخرين عبر هذه الأعمال تحت غطاء الحرية وحرية التعبير هم وبهذه الأعمال لم يحرقوا قلوب أكثر من ملياري مسلم فقط بل أحرقوا قلوب أتباع كل الديانات وجميع المتدينين وجميع الرجال والنساء الأحرار في أنحاء العالم رئيس الوزراء السويدي أولف كريستسون تمسك بقرار حكومته السماحة بالاعتداء على المصحف الشريف وقال إن السماحة بذلك قانوني لكنه غير مناسب داعيا إلى التزام الهدوء وعدم إهانة الآخرين واستنكر اقتحام سفارة بلاده في بغداد من غير المقبول تماما اقتحام السفارات السويدية في البلدان الأخرى لكن أعتقد أيضا بأننا بحاجة إلى التفكير في السويد الوضع الأمني خطير ولا داعي لإهانة الآخرين يجب علينا التركيز على الأمور الصحيحة الآن قضايا مهمة وكبيرة نتعامل معها واعتقد أن بعض الأمور قد تكون قانونية لكنها ليست ملائمة بالضرورة الأفضل أن تكون علاقاتنا جيدة مع الدول الأخرى كما قلت إنه وضع خطير على رغم من إدانات العالمية لحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد الذي نفذه لاجئ عراقي تصر سلطات ستوكولم على الدفاع عن الحادث الذي تضعه في خانة حرية الرأي والتعبير حرية تمارسها السويد بازدواجية معايير من دون الاتفاة إلى التأجيج مشاعر الكراهية والتحريط في سلسلة إهانة المقدسات الإسلامية في الدول الغربية وعلى رأسها إحراق نسخ من المصحف الشريف تحولت الدول التي تعتبر خبيرة محلفة في مبادئ حقوق الإنسان عالميا إلى مخرجة لمشاهد إشعال النيران في المواقد الطائفية هو وجه للعنصرية الدينية المقيتة جسدتها السويد وكشفت عنها الرعونة الواضحة في مقاربة الأمور للدولة الإسكندنافية وتطرفا في إدارة الملفات ولسيما الحساسة منها أسقطت السويد كل الخطوط الدينية الحمر في لعبة حرية الرأي والتعبير فعلى الرغم من الإساءة التي تعرض لها مليارا مسلم حول العالم بعد التعرض لكتابهم المقدس في أول أيام عيد الأطحى المبارك تصر بلاد الحريات المزيفة مجددا على فتح نافذة جنونها في وجه المقدسات الإسلامية فها هو اللاجئ العراقي إلى السويد حديثا سلوان موميكا يهدد بتكرار فعلته موجها تهديده للمسلمين عموما والعراقيين خصوصا واستتأكيد من استقهولم أنها لن تمنع أفعالا كهذه تحت حجج ترمى على ظهر الحريات مجددا تمد السويد يدها لاستفزاز مشاعر المسلمين وتنجرف إلى طوفان تأجيج الكراهية ضدهم هو رمي لكرة المسئولية على حرية الرأي والتعبير في ممارسة لازدواجية معايير فاضحة بل ورتها الاستنسابية في الدفاع عن أمور أخرى طارئة على المجتمعات فيما تلغى الحماية عن المقدسات الدينية التي كفلها القانون الدولي لجهة ضرورة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريدا على التمييز أو العداء أو العنف لا تختلف أفعال موميكا عن توجهات الحكومة السويدية التي بات اليمين المتطرف يسيطر على مفاصل القرار فيها هي أفعال تتسلل بينها تفاصيل تتعلق بشخصه وأفكاره ومجنديها لم يجهد موميكا بإخفائها وتجمعها ارتباطات متشعبة مع أشخاص ومؤسسات في كل النأم من لبنان وسوريا والعراق هدفها الربط بإسرائيل متواصلون بتقديم النشرة ولكن بعد فاصلا قصير مشاهدين تفضلوا رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد كشفت صحيفة ووستريت جورنال أن أوكرانيا أوقفت إلى حد كبير رسالة تشكيلات مشات كبيرة ودبابات غربية لمهاجمة المواقع الروسية بعد مواجهة مقاومة شديدة لهجوم هي البري الأولي وقالت الصحيفة أن الأوكران يحاولون حاليا إضعاف الخطوط الأولى لدفاعات روسيا وأنهم لم يقتربوا من الدفاعات التي شيدها الروس بعد وكان قائد قوات الحلف الأطلسي قد أعلن أن الهجوم الأوكراني لم يحقق نجاحا ملحوظا نقلت وكالة سبوتنك عن مصدر دبلوماسي عسكريا في دمشق أن الاستخبارات الأمريكية في سوريا تعمل لتجنيد الراغبين في القتال مع القوات الأوكرانية وتفاوض في هذا الشأن ممثلي الفصائل الكردية وشيوخ عدد من العشائر ورأى المصدر الأمر بمثابة ردي فعلا على المسار الفاشل للصراع في أوكرانيا الذي تقوده إدارة جوب بايدن وأوضح أن الراتب الشهرية الذي جرى اقتراحه للمسلحين هو ألف دولار التهم وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة والحلف الأطلسي بالسعي لكسب الوقت بغية ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وفي تصريحات لوسائل إعلام الروسية وأجنبية وصف الأفروف الأمريكيين والغبيين بأنهم مصابون بانفصام الشخصية ولسيما عندما يتحدثون عن شروط أوكرانيا للسلام على أساس العودة إلى حدود عام 1991 ومحاكمة المسؤولين الروس ودفع التعويضات في اجتماع مجلس الأمن أمس وزعنا وثيقة رسمية تؤكد مخاوفنا الخطيرة بشأن الحقائق التي تظهر الأعمال الاستفزازية لأوكرانيا يقولون أننا سنفجل أنفسنا ونحن في منشأة نووية هذه محظو كذبة فالمحطات النووية خباراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر عديدة ويرسل هؤلاء تقارير منتظمة إلى مقرها وهم يعرفون جيدا من يقصف محطة زبروجيا في سياق ليس بعيدا من صراع موازين القوى الدولية أعلن وزير الخارجية روسي سرقيل أفروف أن إيران ستنضم بعضوية كاملة رسميا لأسبوع المقبل إلى منظمة شانجهاي للتعاون في الاجتماع المقبل لقاضة الدول يوم الرابع من تموز يوليو ستجري الموافقة على الانضمام الكامل لإيران ويجري توقيع مذكرة التزام من جانب بيلاروسيا التي ستبدأ مسارها للانضمام الكامل إلى منظمة شانجهاي للتعاون تجمع مئات الإيرانيين من أهالي الأسرة والعالقين لدى منظمة مجاهدي خلق أمام السفارة التركية في طهران باعتبارها رعية لمصالح إيران في ألبانيا وجاء التجمع تعبيرا عن تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها أخيرا سلطات ألبانيا ضد المنظمة كما طالب المشاركون فيه الحكومة الألبانية بالتعاون لتحرير أحبائهم من سجون المنظمة والسماح للعائلات بالسفر إلى ألبانيا لمتابعة وضع الأسرة والعالقين نطالب الحكومة الألبانية بأن تسمح لعوائل الأسرة بزيارة أحبائها أنا لم أرى أخي منذ 35 عاما نحن نرجو من دولة الألبانية خلت الطينة فرد مجال اللي نروح نشوفهم بس نريد نشوفهم عدلين لهم ميتين أخي كان قائدا في الجيش الإيراني ومنظمة مجهدي خلق اختطفته إبان الحرب وهو الآن أسير عندها منذ 36 عاما لقد توفي والدي قبل سنوات وكانا يأملان زيارته مجددا نحن ومن خلال هذا التجمع أمام استفارة التركية نطالب ألبانيا بتوفير الظروف لزيارة أسرانة أخي أسير عند جماعة مجهدي خلق الإرهابية منذ 44 عاما يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر ميناء رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد مجهة الثانية بدأ جمع من حجاج بيت الله الحرام أداء طواف الوداع وهو آخر مناسك المحرم الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لبيك الله أكبر أذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحياء سريع دول التحالف السعودي من عدم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني وخلال زيارة لجبهات القتال في جيزان جدد سريع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والحصار نرى الجهوزية الكاملة لدى أبطال الجيش ولجان الشعبية وينتظر الجميع أي إشارة من السيد القائد احفظه الله لأي مواجهة وأي تصعيد في حل لم يستجب هذا العدو المعتدي على بلدنا لمطالب شعبنا المحقة التي هي إنهاء العدوان والحصار وكذلك خروج القوات المحتلة من أرضنا وإن شاء الله سبحانه وتعالى أننا في القوات المسلحة معدين العدة ومجهزين كل الجهوزية لأي طلب يطلبه القيادة من القوات المسلحة سواء على المستوى البر أو البحر أو كذلك على مستوى العمليات البرية وغيرها من جهته أطلق وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي تحذيرات لدول التحالف خلال زيارته المنطقة العسكرية الرابعة اللواء العاطفي رأى أن الهدنة بحسب رغبات دول التحالف لن تبقى قائمة وأنه سيكون للقوات المسلحة اليمنية تحرك مدروس يعيد إلى المنطقة توازنها اللواء العاطفي أضاف أنه إن أرادت دول العدوان سلما فسترتاح وأن أرادتها حربا فسيجعلها اليمنيون حربا مفتوحة وأكد أن الوحدة اليمنية مسألة لا تقبل المناورة ولا المتاجرة واتهم دول التحالف ومن وراءهم باصطناع الحواجز السياسية بين أبناء اليمن رغبة في تفكيك النسيج الاجتماعي في اليمن تنشط في عيد الأطحى المبادرات الإنسانية والخيرية الحكومية منها والمجتمعية ومن بينها مشروع أطلقته صنعاء لتوزيع الأضاحي على نحو 20 ألفا من أسر شهداء الحرب وأشد الأسر فقرا أحمد زبيبة ولأسر الشهداء نصيب من فرحة العيد عبر مبادرات حكومية وأخرى مجتمعية في المحافظات اليمنية تتمثل في توزيع الأضاحي كل عام وتقديم الرعاية لتلك الأسر والاهتمام بأطفالها هنا في منطقة تهامة بمحافظة الحديدة غرب اليمان مزارع لتربية الماشية مخصصة لأسر الشهداء حيث توزع هذه المواشي أضاحية كل عام على نحو 20 ألف أسر من الأشد فقرا لإدخال الفرحة إلى قلوبهم وذلك بدعم من هيئة رعاية أسر الشهداء في صنعاء حصلنا على دعم من قبل داعمين ومن قبل مانحين والحمد لله إن شاء الله نحن في إدار تقضية قرابة 20 ألف من أسر الشهداء الفقيرة والأشد فقرا ولا زال التعم مستمر ونحن إن شاء الله قد بدأنا نسيق تم التنسيق ما بين الميدانة المركزية والفروع وتم تكسيم الأضاحي وتم أعظام نفقات وتكيز على أساس أن تكون في أكمل صورة مشروعات توزيع الأضاحي في العيد توسعت لتشمل المرابطين في الجبهات وكذلك المعوقين والمكفوفين امتدادا إلى مرضى السرطان وذلك في إطار مبادرات حكومية وخاصة من الهيئة العامة للأوقاف تعتبر هذا المشروع أحد مشاريعها الكبيرة التي نفذتها طوال فترة تعملها من إنشائها والتي تقارب العامين والنصف هذه المبادرات الإنسانية تنشط خلال المناسبات الدينية وحاسبة ودعوات إلى دعم هذه المشروعات وبرامجها الهادفة طوال العام ولسيما أسر الشهداء لتتوسع إلى الرعاية الصحية المجانية والمساعدات النقدية وكذلك التعليم الجياد أحمد محمد زبيب صنعى الميادين كذا نصل إلى ختام الثامنة سنكتفي بأن ندعوكم للمزيد من الأخبار والتقارير والبث الحي بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين إضافة إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية وموقع الميادين أيضا باللغة الإسبانية إلى اللقاء